الدرع الصاروخية الإسرائيلية التي تنتشر بطارياتها على الحدود مع غزة ولبنان وسوريا تمكن إسرائيل من اعتراض الصواريخ التي تنطلق من القطاع على الأراضي الإسرائيلية هي نظام دفاع صاروخي نارضي يرتكز على قواعد متحركة والهدف من اعتراض صواريخ يصل مدها إلى 70 كم وقذائف المدفعية وهي في الجو ويعمل هذا النظام في مختلف الظروف الجوية وتشمل منظومة جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخا اعتراضيا وقد صمم هذا النظام الاستخدام في التصدي للصواريخ التي تطلق على الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل ودخل حيزة تشغيل في النصف الثاني من عام 2010 ويقول خبراء عسكريون ان هذا النظام الدفاعي يتمكن من اسقاط الصواريخ على مسافات تتراوح بين 5 كم و70 كم من مواقع اطلاقها الصواريخ المستخدمة في القبة الحديدية تكلفتها باهضة حيث تتراوح تكلفة الصاروخ المعترض ما بين 35 ألف و50 ألف دولار وأحيانا تزيد في احداث التصعيد الاخيرة وجهت اصوات في الداخل الاسرائيلي انتقادات للقبة الحديدية حيث انها اخفقت في مواجهة بعض الرشقات المكثفة من الصواريخ وكذلك يصيبها خالل فني حيث تتعطل اجهزتها الالكترونية عند التصدي لعدد كبير من الصواريخ وتعجز عن التعامل مع الصواريخ الدقيقة والقادرة على المناورة وايضا لم تقدر على تعطيل البالونات الحارقة او اي انواع اخرى من المقذوفات ذات المسار غير المرتفع هذا الفشل ليس الاول للقبة الحديدية حيث انها فشلت في اعتراض صاروخين قادمين من سوريا في 22 ابريل الماضي سقط بالقرب من المفاعل النووي في ديمونة الفشل مرات عدة للمنظومة التي طالما اكدت اسرائيل تفوقها يطرح عشرات التساؤلات عن مدى فعليتها الفشل ملت العمل